بعد فشلهما في التوافق على حلول للمسائل الحساسة العالقة بين بلديهم رئيس الوزراء التركي أحمد داود رغلو ونظيره اليوناني أنتوني السامارس ينقذن الموقف في أثينا بالتركيز على التعاون الاقتصادي الذي يزداد تطورا خلال الأعوام الأخيرة رغم التوترات السياسية بسبب النزاع القبرصي والخلاف العميق حول استغلال حقول الغاز الطبيعي المكتشف حديثا في مياه البحر الأبيض المتوسط القريبة من جزيرة قبرص من المعروف فعليا أن هناك مسائل لدينا بخصوصها تباينات عميقة في وجهات النظر نحن نعترف بذلك اعترافا كاملا لكننا نسعى لبناء علاقة مبنية على الاحترام المتبادل بطبيعة الحال يمكن أن يوجد بين بلدين جارين اختلاف في وجهات النظر الاختلاف في رؤى ليس الشيء المهم بل المهم هو كيف ستتعاطى مع هذه الاختلافات مورسل يورو نيوز من العصمة اليونانية أثينا يقول رغم أن طرفين متفقين مرة أخرى على أنهما غير متفقين بشأن القضايا المرتبطة بقبرص إلا أنهما حاولا في نهاية المطاف إنقاذ لقاء اليوم بإعلان مجموعة من المبادرات المتواضعة لتخفيض حدة التوتر في المنطقة وتطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين σταμάτης για νήσεις ترجمة نانسي قنقر